اللقطة اللي حصلت مبارح لقطة اعتقد انها فيها دلالة كبيرة جدا 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 خلونا الاول نروح كده مش فاصل بس يعني لفتة كده من الحياة اليوم لاخوتنا و اشقائنا المسيحيين نقول لهم كل سنة انتوا طيبين وارجع وقول لكم فاكرين الاغنية بتاعة المغربي ده اسمه سعد المجرد اسمها انت معلم مبارح بصراحة السيسي كان معلم بعد الفاصل شوفوا بقى اللي عمله السيسي مبارح لفتة في منتهى الزكاء ويمكن هي تنطبق عليها الاغنية فعلا انت معلم واحنا منك بنتعلم السيسي لو تفتكروا السنة اللي فاتت وفيه احتفالات عيد الميلاد واثناء القداس وما كانش حد يتخيل ان ده هيحصل والسيسي كان مسافر برا مصر اعتقد كان في السعودية ولا في الامارات حاجة كده رجع من المطار وطلع على القداس في مفاجأة من العارف ثقيل كانت بمثابة يعني قنبلة افراح القيت فيها الكاتدرائية وكل الناس زغرطت وفرحت وفرحت وهللت وعملت كذا وتحية مصر وتحية مصر وقتها كانت لفتة زكية من السيسي انه يروح في بداية عهده كان لسه ما بلقوش شهر شهر ونص شهرين متولي رئاسة الجمهورية وكانت الاحداث فيه ذروتها وكان لسه بعد فضعت صامين ربعة والنهضة وكانت الاحداث الاذهبية تجاه الكنائس في مصر وتجاه المسيحيين وابتاع وكذا فكانت زي البلسم المرهم اللي حطه السيسي بزيارته على كل الجراح المسيحية وجراح المسيحين اللي كانت في مصر في هذه الاوقات انبالح لما رحت مع زملائي الكاتدرائية رحت اممكن من بدري من الساعة خمسة ستة واحنا بنحضر لزهور البرنامج خلاص يا ياسر ماشي ياسر بيقول لي احنا كنا من عشر الصبح ماشي انا كسول وروحت متأخر شوية واحنا بنحضر للبرنامج عشان ينطلق الساعة سبعة فقابلت اصدقائنا من المسيحيين اللي كانوا بيحضروا الكاتدراء القدس ودخلين يستعدوا لحضر القدس وكلهم بيقولولي طبعا السيسي مش جاي النهاردة فقلت لهم مش عارف ما عنديش معلومة فقالولي لا لا مستحيل ييجي فقلت لهم ايه ليه مستحيل ييجي فقالولي علشان خلاص هي اللفتة عملها وجيه وقال في بداية عهده ان انا معاكو ما تزعلوش وكذا خلاص بقى مش كل سنة فكانت ضربة المعلم اللي بقولها لكم بارح ضربة معلم مش بس في ذهابه ضربة معلم كمان في اللي قاله بس خليني اقولكو بس اللفتة الزكية في ذهابه الاول اولا ذهابه جاي عشان يؤكد ان المرة الاولانية ما كانتش ان انا بالبلد كده انا اسف يعني بسكتكو او بطيب خاطركو او بقى خلاص بقى يعني ايه جيت لكم مرة اوف راح وخلاص لا ده هي الزيارة بتاعة المبارح دي بتؤكد اني هعملها كل سنة عشان كده انا بقول السيسي النهاردة اهو ما ينفعش يا ريس ما تروحش بعد كده ربنا اديك الصحة يعني والدين الصحة وطول طول العمر ونحضر السنة الجاية واللي بعدها طول ما انت ريس مصر سواء في الدورة الاولى او لو جددلك في الانتخابات القادمة لازم تحضر كل سنة يوم ستة نال القدس هتقولولي ليه هقولكو اولا لان هو خلاص عملها سنة وهي سنة حميدة جدا 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 مش دعو بالدين بكلم سنة سياسية واجتماعية سنة حميدة جدا 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 وشفتوا تأثرها ورد فعلها على نفوس مصر كلها والمسيحيين بصفة خاصة ده رقم واحد رقم اتنين هذا هو العدل يا رئيس هذا هو العدل يا سادة هتقولولي ايه لعلقة العدل بالموضوع هقولكو لا ده قمة العدل هو الرئيس عم فتح السيسي ده رئيس مسلم ديانته مسلمة صح مظبوط ولكنه رئيس كل المصريين زي ما رئيس الجمهورية المسلم كل سنة بيحضر احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف ويروح ويلقي كلمة من واجبه مش بقى من حقه او تفضل او منه من واجبه ومن حق المسيحيين عليه انه يحضر الاحتفال بذكرى مولد السيد المسيح عليه السلام ويحضر ويهني ويقول كلمة لانه هنا ملاهاش علاقة بالديانته لها علاقة بانه رئيس كل المصريين رئيس المسلمين المصريين ورئيس المسيحيين المصريين فزي ما بيروح هنا لازم يروح هنا وهذا هو العدل يا سادة فعشان كده انا شايف انها ذكاء وسنة بيقول فيها انا مش رحت مرة وخلاص ومش منها وخلاص ولما افتكرت او لما بقى فاضي لا ده وجبي وهعمله هنا وهعمله هنا حلو حلو ده في الذهاب في مجرد الحضور وطبعا شفتوا مبارح اول ما دخل قبلة بعاصفة مدوية من التصفيق وفرحة غامرة لان انا بقول لحضراتكم مبارح عدم التوقع لحضوره كان اكبر من المرة الاولى كان بعض الناس يقول لك يا ريت ييجي مبارح كان الناس كلها مستبعدة بما في ذلك البابا توضرس نفسه عشان كده دخوله مبارح كان عاصفة خرافية من التصفيق والفرحة ومنذكر حضراتكم ها باللحظات اللي دخل فيها الرئيس الكاتدرائية وبلغ طبعا البابا بحضوره وكان في شرف استقباله واول ما دخل القاعة الرئيسية للاحتفال اللي حضراتكم شايفينها انا كنت قاعد على بعد ثلاثة متر برا لو تفتكروا حضراتكم المكان احنا كنا بنبثل حضراتكم منهم مبارح في الكاتدرائية بعد الباب اللي انتو شايفينه ده بتلاثة متر يعني كان في ظهري وانا قاعد في الستوديو في ظهري على طول الباب اول ما دخل السيسي سمعت سريخ 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 عارفين لما مصر كده في كاسة الامم بتجيب جون ويبقى جون مهم مثلا وقال لك سيبنا كاسة لقوة من اللحظة اللي بيبقى فيها فرحة عارمة فرحة هسترية فاكرين جون عباد متعب التاني في الجزائر هنا في ماتش حاجة كده سريخ فضيع لانه نابع من القلب ونابع من تقدير نابع من تقدير الناس وعرفانها بقد ايه الرجل ده بيحبهم ثم بقى لما مسك المايك كانت الحلوة كلها اشتركوا في القناة